دولة جديدة وربية تستعد لدخول الحرب ضد روسيا ودولة اخرى تستعد للحرب مع روسيا الفيديو هيبقى متدرج الاحداث ناخذ الاحداث الهادية ثم تسخن شوية وتسخن شوية ونوصل في نهاية الفيديو هتشوف احداث مهمة جدا اولا نبدأ تحياتي لكم انتم شايفين الدبابات دي والدبابات دي لا تبع اوكرانيا ولا تبع روسيا دي دولة جديدة تستعد لدخول الحرب وقبل ما نبدأ بمظاهرات ضد زلينيسكي لكن في البداية بنقول لكم السلام عليكم وتحياتي لكم سكان مدينة ايفانو فرانكو فيسك غرب اوكرانيا تخرج ضد نظام زلينيسكي الناس سائموا من التجنيد الاجباري والقتال لصالح الغرب والصورة لا تكذب ولا تتجمل نرى الان يعني نساء اغلب المتظاهرين نساء ويعني شباب صغير لاني بيقبضوا على الشباب وبدخلوهم الحرب عنوة زي ما انتم شايفين وبيحطوهم في الصفوف الامامية والاموهاد زعلانة على اولادها بيقولوا احنا مش عائدين نحارب طيب نسمع الصوت عشان ما حدش اولد بتقول كلامه خلاه نعمل أجانب من المظاهرات ضد دينيسكي وشايفين يعني بيحملوا الشباب عنوى إلى الجبهة زي ما شفنا في بداية الفيديو دولة يعني تحشد قوتها ويقال أن هذا الفيديو هو اليوم النهاردة الأحد 18 أغسطس آب 2024 بولندا يستعد الجيش للحرب مع روسيا لأننا نعيش في زمن الحرب كما يقول رئيس الوزراء تاسك يقال أن هذه اللقطات توقيت اليوم في العاصمة البولندية ورسو حيث تم تحميل الدبابات على الشاحنات كما نرى أمامنا في الفيديو ويعني شارع طويل مملوء بشاحنات وناس عمال تصور من ناحيتين يعني مش من ناحية واحدة ناس وقفين على كبري بيصوروا ماذا يحدث في بولندا وشايفين يعني الشارع ملهوش آخر مملوء بالشاحنات التي تحمل دبابات إلى أين تتجه هذه الدبابات يقال أن بولندا تستعد أو يعني احتمالات خيفة من احتمالات نشوب حرب على أرضها أو تستعد للحجوم لا نعلم لكن الأمور يعني متوترة جدا من ناحية الثانية دخل الرئيس البلا روسي أليكسندر لوكاشينيكو قال لك التصعيد الذي تحاول أوكرانيا القيام به في مقاطعة كورسيك الروسية هو محاولة لإقبار روسيا على استخدام الأسلحة بما في ذلك الأسلحة النووية طب قال ليه ثاني قال لك بلا روسيا وروسيا على علم بأن الغرب قد يرسل وحداته العسكرية إلى أوكرانيا يعني متوقعين أن الغرب ومنهم بولندا يرسل وحداته العسكرية إلى أوكرانيا بلا روسيا نشرت قوات على حدودها بلا روسيا نشرت قوات على حدودها بالكامل ويمكن حط تحت الكلمة دي متخط ويمكن تحويل الخطط الدفاعية إلى خطط هكومية إذا لازم الأمر يعني بيقول لهم إذا هجمتوا على روسيا آآ هنهجم على كييف وإنتا عارفين آرب نقطة لكييف حوالي متين كيلو من بلا روسيا وإذا لم تجلس موسكو ده كلام آآ رئيس لوكاشينيكو البلا روسيا بيقول لك إذا لم تجلس موسكو وكييف على طاولة المفاوضات سيكون هناك الصعيد ينتهي بتدمير أوكرانيا ينتهي بتدمير أوكرانيا طيب ممكن القوات اللي هي قوات بولندا ممكن آآ داخلها على أساس أني آآ لا مطامع في أراضي آآ أوكرانيا إذا روسيا أخذت أوكرانيا تأخذ جزء وتتأسم أوكرانيا بالطرار زي ما بيقولوا آآ فاكرين يوغزلافيا دولة السمت في أوروبا وانتهت وآآ يعني إلى الأبد ما فيش حاجة اسمها دولة يوغزلافيا دلوقتي وقال له ممكن ويعني بدأ يكسر في الحاجة وكده آآ طبعا الإعلام الغربي يعني هيزيع إلى يعني آآ إلى هذا الحد لكن بعد دقائق معدودة تم القبض عليه وبدأ آآ بدأ طبعا آآ يقول آآ بوتين آآ آآ يعني أفضل رئيس وآآ فاقنر أفضل قوة المجد لروسيا وبدأ يقول كلام بوتين والأفضل قوات أخماية آآ هي قوية وآآ آآ زي ما انتم شايفين هنجب صور بس يعني علشان تعرفوا آآ تحول هذا الجندي بين آآ دقيقة وأخرى إلى أسير آآ طيب احنا قلنا أن الوضع يسكن شوية بشوية وزارة الدفاع الروسية تحرر بلد سفير آآ يدون فيك في جمهورية دونيسك الشعبية روسيا بتتمدد بشكل سريع جدا في منطقة الدونباس وإسقاط سبع وعشرين مسيارة أوكرانية بالإضافة لقنبلة جوية موجهة من طراز عمر فرنسية الصنع أما لا يعني مشاهدين لصدوا الكوات الروسية في الدونباس وبدأوا يدخلوا لغبات وأحراش في كورسك وآآ زي ما انتم شايفين آآ طبعا دلوقتي آآ روسيا ضربت آآ يعني محطات ستارلينك محطات الاتصالات وقطعت الإمدادات عن هؤلاء الجنود والحرب شغال آآ ربما يعني وقت قليل يتم تطهير آآ آآ كورسك من آآ كل الموجودين فيها آآ لما أسرى أو آآ غير كده يعني طيب عادي أقول لكم أن روسيا هذا هو أس اللي بقولك روسيا تهزمت قبل كده روسيا آآ يعني انسحبت أمام نابليون بونابرت وانسحبت أمام هتلر والانسحاب ده كان سبب يعني بيقولك تقدم حتى آراك وكاننا مهزومين وانت عارفين آآ انتهت الحرب العالمية بانتصار روسيا آآ زي ما انتم عارفين وان هذا من نابليون بونابرت بطريقة الانسحاب أو خطة الانسحاب الروسي فهذه قد تكون خطة لمصيدة أو صيد الجنود الناتو وجنود أوكرانيا إلى داخل الأحراش والغابات الروسية يعني زي ما بيقولك آآ أهل مكة أدرى بشعبها وأهل الروسيا أدرى بغاباتها فهنا آآ القوات الروسية أسقطت سبع وعشرين مسيارة أوكرانية بالإضافة سبع صواريخ همارسة أمريكية والقوات الروسية تدمر ورشة تابع القوات الأوكرانية تصنيع مدافع الدبابات وقاذفات لأنظمة صواريخ ماتين وسبعين وهي مارس أمريكية الصنع ومقتل الف ستمائة وثائتين عسكرين أوكرانيا في نطاق العمليات العسكرية خلال الاربعة وعشرين ساعة الماضية واحنا شايفين آآ يعني آآ ما يحدث صوت وصورة طيب الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة آآ سفير نفوكة بجمهورية دونيسك الشعبية والقضاء على آلاف العسكريين وآآ آآ مش ناخذ وقت في هذا الموضوع آآ طبعا آآ البيانة لك ان مجموعة قوات الشرق حسنت من تموضعها وتم القضاء على تشكيلات القوات الأوكرانية حيث بلغت نحو مئة عسكري أوكراني وآآ دبابات وحاجات زي كده مش هنذكر أرقام طيب آآ أهم الأخبار اللي حصلت هننعلكم بسرعة آآ الأحد اليوم 18 أغسطس آآ ألاف المتظاهرين واسطتل أبيب للمطالبة بالإفراق على أسرى واسقاط حكومة نتانياهو الكريملين بيقولك الرئيس بوتين يزور أزربيجان يومي 18 و19 أغسطس يعني لو في مشكلة يعني بوتين يطلع من بره روسيا ألمانيا تعتدم خفض مساعدتها العسكرية لأوكرانيا في موازنة الفين خمسة وعشرين الدفاعات الروسية بتقولك الدفاعات الجوية تسقط خمس سائرات مسائرة أوكرانية فوق بولوغراد وكورسك ورستوف ترامب بيقولك تطلع إلى مناظرة كاميليا هاريس والتي ستكون أسهل بكثير من مناظرة بايدن طيب نسمع من أحد المشاركين في القناة يعني هو في روسيا بيقولك وضعت روسيا الصواريخ في حالة استنفار قصوى وطبعا قريبة من الحدود البولندية يعني بيقولك أن روسيا محتملة يعني ما يحدث في البولندا وهناك يوجد لدى روسيا أسلحة كهرومغناطيسية يمكنها حرق كل ما هو كهرباء لأسلحة كهرومغناطيسية لما تتضارف في مكان توقف كل الأجهزة التي تعمل بالكهرومغناطيسية طيب تلاتة شبان دخلوا إلى روسيا مغاجرين وقال لك احنا يعني عملوا فيديو قال لك في يومنا الأول في موسكو سنمارس الجنس مع نساءكم ونسرق أموالكم في غضون 24 ساعة كانوا جميعا كما ترون في الفيديو يتوسلون من أجل حمايتهم واللي بيكاتب الصورة دي بيقولك روسيا ليست الولايات المتحدة يا رفاق لبنان الجميلة عاشت في ليلة مظلمة أثر يعني مؤسسة الكهرباء في لبنان قالت أن أسباب الانقطاع نفاذ الوقود حتى في مرفع بيروت ومطار بيروت سيشمل قطاع جميع الأراضي اللبنانية لما في ذلك المرافق الأساسية المطار والمرفع ومضخات المياه والصرف الصحي والسجون مضخات المياه يعني ما فيش مية ولا نور في لبنان كان الله في عاون اللبنانيين تحياتي لكم احنا بننشر كل حاجة تحياتي لكم اشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد محدسكم زريف الأديب تحياتي